السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متتبعي قناة شيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد ووصفة اليوم ان شاء الله تكون عبارة عن طريقة سهلة ومضمونة لتحضير البلبولة انفورة نزولا عن طلب الاخت امينة كانت منه ان شاء الله تشوف الوصفة وتجربة اختيرها الوصفة اناجها 100% هذي هي الطريقة المعتمدة عندي باش كنحضر البلبولة باش تعرفوا معي طريقة تحضيرها وايضا مكوناتها معليكم غير تبقوا معي تعليمات الفيديو واكيد ان شاء الله إلا جربتوها غتجي معكم ناجحة خاصة بالنسبة للبنات المبتدئات في الطبخة ان شاء الله غتنحضرها معكم خطوة بخطوة بجميع التفاصيل ده بنخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله بالنسبة للمكونات فالمكونات الاساسي لتحضير هاد الوصفة هي البلبولة ديال الشعير او لس اميدة اللي كيكون مصنوع من الشعير اي الزرع فكيفما كتلاحظوا معي هنا عندي البلبولة او لاتشيشة الغليضة تشيشة ديال الشعير انا هنا اخذت نصف كيلو بالنسبة لكمية فكتبقى انتوما لحسب عدد افراد العائلة ديالكم نصف كيلو كتخرج تبارك الله كمية مزيانة لانها كتضاعف اللي كتضعو تحضرو فيها فكيفما كتشوفوا معي بالنسبة لهاد الاشياء اللي كتكون بحلقة دفة تشيشة بحلقة القشرة ديال الزع فما تخافو من نتج حاجة من كتغسلوها كتنحا كل شي كيمشي او لايمكن لكم تغربوها في الغربال عادة باش كتبعد الخطوات اللي غاعد نقول لكم دابا بالنسبة للشيشة فهي كتكون في واحد كمية من نشويات كتكون كتيرا فيها ضروري تغسلوها مرة وزوج وثلاثة حتى تصفو للمدية لها نقي عادة باش كتخدمو بها فكيفما كتلاحظوا معي هذه المرة اللولى كنوضع الماء وكنحركوها كده باليدي ديالي وكنصفو على تقريبا واحد يوجد قايق حتى كتها بطلية ديك البلبولة اللي تحت والماء كيتصفو وكيطلع لفوق كنصفي على هاد الشكل اي حاجة اي زوائد اي قشرة ديال الشعير او اي شوائفة وما كيتنحا وكيطلعوا لفوق كنضيف تاني الماء للمرة التانية سوفيكون حركة ديك البلبولة هكذا باش اي حاجة كينا زيدة كتطلع لفوق كيفما كتلاحظوا معي فالماء كيكون لون دياله بيض لان ديك النشويات ديالها كيتغسلون منها سوفي نصبر على تاني جوش دقائق نخلي وذك الماء يطلع لفوق والبلبولة كتابت للتحت كنصفيها تاني كما كتلاحظوا لهاد الشكل كنزولوا الماء سوفي تاني كنضيفو من بعد ما كنصفيو هاد الماء كنضيفو تاني كمية من الماء لمرة التالتة هنا كتصفى لنا يعني كيصبح اللون دياله كيفما كتلاحظوا اللون دياله كيصبح صافي يعني راه البلبولة دياله تغسلات جيدا بالاستعانة واحد لما يصفاته على هاد الشكل هنا مباشرة ما كنخليوها لا تصفى لاوالو كنخليو كل شيء في الشبكة باش هاكدا كنخليوه البلبولة دياله تسقطر مزيان هنا بعد ما كنخليوها جيدا كنصبرو عليه حتى كتسقطر ما كيبقاش فيها يعني كمياء ديال الماء هنا كنجيب الكسكاس دائما انا الكسكاس قبل ما كنطيفي سواء سميدة ديال القمح او لا سميدة دياله هادي البلبولة ديال الشعير قبل ما كنفور كنوضع التفوير ديالي او لا البلبولة او لا سميدة كيف ما قلت ليكم في الكسكاس فكندهنو بزيت ناباتية جيدا دائما هالطريقة معتمدة عندي باش هاكدا مني كنبدو كنطيبو البلبولة ديالنا وكنن بغوي يعني ان نفوره على التفوير على التفويره ما كتلتسق لنا تشي حبه في الكسكاس هنا يا كيف ما كتلاحظو معايا البلبولة ديالت سقطرت جيدا من الماء هنا يا كنخويه في الكسكاس فهدل اثناء راني كنكون وضعه القدرة اولى البرماء على النار اللي كيكون فيها الماء وكنخلي ذاك الماء بشيغلة صافي هنا يا مبعد ما وضعت البلبولة في الكسكاس مباشرة كنوضعه كيف ما كنتلاحظو معايا على القدرة اللي كيكون فيها ماء غريان وكنخلي تفويره اللوله هادي تفويره اللوله مدة نصف ساعة يعني ما بين عشرين حتى نصف ما بين عشرين دقيقة حتى نصف ساعة وغالبا نصف ساعة على نار كتكون جد عالية فدائما لو تطفوروا خص الفوار تديروا دائما سواء الفوار بالخضراء او لطفورة عادية بحلاك دا ديال البلبولة فاجهدوا عليها البوطة يعني يدور على نار كتكون مرتفعة وتخليها نصف ساعة وعادة باش كتكفيوها بحلاك دا جميعاها لديك الكسكاس ديالك وكنتخوية هذه الكميه اللي عندكم من البلبولة فالقصرية على هاد الشكل كيف أنك تحضو في مالتسقطين نحب البلبولة في الكسكاس سوف نجيب الماء الماء يكون بارد نسقي به البلبولة ونبدأ بالاستعانة باليد أو لا بفر شيطان ونحل هذه الكمية دائما بالاستعانة بالماء هنا تسقيها بالماء ولكن في حدود المعقول لكي لا تعجل لكم البلبولة في تتم ماء انا تتحلوها و لا تحلوها وتتحلوها و لا تتحلوها و يتم تتسقي و تتقروا في حدود المعقول بالنسبة للبناء اللي يريد القياس يعني مضبوط فال هذا الناس كيلو تقريبا نقوم برفع اربعة الكسان ديال الماء الربعة الكسان ديال الماء مل ماء تقريبا تسقيها ولكن تمر عينكم ميزانكم لا تبقى تسقي واحدة تشبعها لا تسقي واحدة تبليكم يعني مسقية وشاربة المفحودة المعقول تتوزعها كيفما لاحطتم عياف القصرية وتخليوها عشرة دقائق حتى تشرب لكم وكتبليكم منشفات على هذا الشكل هناك الدوتة تحلوها بليدين ديالك فاني تحلوها تبليكم البلبولان فرزة لا تكون لمعجنة لا تجي حاجة سوف تحولوها معايا حتى تحملوها مزيان عادة باش تجيبو الكسكاس وكتوضعو فيه الكمية اللي عندكم من البلبولة كيفما تلاحظو معايا فدائما يلبنت لكم شيء كوه يراولو شيء كتولات ولا شيء حلوهم بليدين ديالكم عادة باش توضعوها في الكسكاس كيفما كانت تحضو معايا فالكسكاس ما كتلسق فيه حتى حاجة نتمنى إلا ما كان مثال البلاد اللي ما عارفين شادل المسألة كتدهنو الكسكاس بالزيت النباتي قبل ما كتوضعو فيه غير المرة اللولة كتدهنو ماشي كتدهنو واحد مرة سوف يكتبقوا غاديين علي تتكملو طفوارة ديالكم فكانتمنى البلاد اللي ما عارفين شادل يعني هذه المعلومة يستعنو بها لانا كتنفع وحتى مني كتبقوا تغسلو كسكاس ديالكم ما كيمحنكم مش كيت تغسل بكل سهولة كتلسق فيه حتى حاجة هنا يا هادي الطفوارة الثانية واحد ملاحظة ما قلت ليكم شو بالنسبة اللي قدرال المرة اللولة فاش زولت من الكسكاس تفت عليها فاش 10 دقيقة ليش عالت على باشي ذاك الماء يغلى ودبا عادة باش كنوضع فوقها الكسكاس وكنخلى تعني مدة 30 دقيقة دائما ما بين 20 حتى 30 دقيقة علاش لانا ما نقدرش انا نعرف الجهد ديال البوطة اللي عندو انا كنجهد البوطة ولكنتو ما يعني الجهد ديال البوطة ما ما يمكنش البوطنة مجهدها انا ما عارش كيف اشرح لكم هذه المسألة زيما البوطنة مجهدها عندي ولكن عند واحد اخر البوطنة مجهدها ما عارش بترجطها الحارة كيف غا تكون هذا المعنى اللي بغيت نوصل لكم يعني علاش كنقول ما بين 20 نص ساعة 20 دقيقة حتى نص ساعة لانا قدر في نص ساعة كتطلعت طفورة مزيان وكتبليكم بانا البوطة ديالكم را هدخلها الطيب كتزولوها الى بنتيكم ما زال فتت 20 دقيقة وما زال طفورة ما طلعتش مزيان وبدت كيدخلها الطيب فكتخليوها نص ساعة صافي كتزولوها على هادشكل كيف ما كتلاحظو معي كتبدو كتسقيوها مزيان بالماء هذه المرة الثانية كتسقيوها مزيان بالماء وكتخليوها تاني عشرات دقايق حتى كتشرب ديك الكمية ديال الماء اللي سقيتوها بيه سقيوها بالقياس هنا كتنقصو شوية الكمية تلت الكيسان تقريبا من كاس العنبة باش كتسقيوها من الماء كتخليوها مني كتدوز عشرات دقايق فاتبارك الله الحجم ديال عراض ضاعف ومفر زياني كل حبة علاقتها ما معجنة متاشي حاجة السير هو انكم كتسقيوها بالقياس ماشي تبدو تسقيو تسقيو بزات هي كتشرب لنا البلبولة في الطفور يعني هي ماشي بحال شي شدقل يعني هي ماشي بحال سميدة السميدة تقدر شوية يعني تقدر تغضرنا كيف متلا تقدر تديرها بنا وتتعجن خاصة اينا ما كانش شي سميدة ديال القمح نوعية جيدة فهي انا بعدها كتديرها بيا بعد المرات اينا ما كانش مزيانة يعني البلبولة ماشي بحال سميدة البلبولة قدمة سقينها بالماء مزيان قدمة كتجي طيبة وفتية ويعني واخدها حقها من الماء شربها مزيان وكتكون طيبة لنا مزيان فانا هي كيف ما كتلاحظوا معايا هادي المرة ثالثة المرة الثالثة انا عملها ثانية تفور ما بين عشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة يعني ما بين عشرين دقيقة حتى نصاعة ودائما عنكم ميزانكم انا هي كنخليها نص ساعة كتفور نص ساعة وهي كتفور حتى كتلت تفور يراد مزيان وكتفور لنا جيدا باش اكدا كيدخلها طيبة مزيان عادة باش كنزولها يعني كنفورها ثلاثة مرات ثلاثة مرات هناك نفورها هادي التفورة الثالثة وتقريبا الاخيرة هناك تكون تشيشة ديالي اولي البلبولة صبحت جاهزة كنضيف عليها الملح وايضا زيت الزيتون صافي وكنحاول نخلطها جيدا باش كتشرب يديك الزيت الزيتون اللي وضعت فيها وايضا كتتملح بالملحة صافي هناك تصبح جاهزة كنرجعها واحد عشرات دقائق الا كنت نقدمها في ساعة كنرجعها عشرات دقائق خفيفة صافي وكنقدمها بصحة وراحة ما كنش نقدمها في ساعتها فكنكتع في مكان فورة ما تشير حتى كتبرد وكنحنا بضعها بواطة والوقت اللي بيته وكنسخنها عادة باش كنقدمها المهم في الطفورة الاخيرة واللي هي الثالثة فانتوما ديك ساكي يبقى لكم الاختيار غتقدموها في ساعتها فكددوها واحد فورة عشرات دقائق وكتقدموها وتحتفضوها في الثلاش فكتحتفضو بها عادي حتى تبغيوها عادي باش بدو تزمنا شوي بشي انتوما كتتتخنوها وكتتاكلوها بصحة وراحة كنتمنا ان شاء الله وصفة اليوم في نال اعجابكم الى عندكم اي اقتراحات الوصفات بغتونا نقدمها معكم ان شاء الله في الحلقات القادمة فمعليكم غيرت خليوا لي مكتوبة اسفل فيديو في خانة التعريق كنقول لكم بسلام عليكم وفي اماني الله لحلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة